ثروات مليارية وحياة أشبه بالخيالية وممتلكات بعضها قد لا يصدقه عقل إنهم أغنى عشرة أثرياء بالعالم إيلون ماسك بثروة تبلغ مائتين وواحدا وعشرين مليار دولار تربع إيلون ماسك رئيس التنفيذي لشركة تيسلا على قائمة أغنى عشرة أشخاص في العالم وفقا لقائمة مجلة فوربس للعام الجاري جيف بيزوس حل بيزوس رجل الأعمال الأمريكي ورئيس شركة أمازون في المرتبة الثانية بإجمالي ثروة يقدر بمائتين وعشرة فاصل اثنين مليار دولار بيرنرد آرنو يرأس مجلس الإدارة ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة LVMH وحل في المرتبة الثالثة للقائمة بثروة قدرها مائة وثلاثة وتسعون فاصل سبع مليار دولار مارك زوكربيرغ مؤسس شركة ميتا حل في المرتبة الرابعة بثروة صافية تقدر بنحو مائة وستة وسبعين فاصل ثمانية مليار دولار لاري إليسون أما في المركز الخامس فحقق مؤسس شركة أوراكل عملاق صناعة البرمجيات الأمريكي قيمة صافية تقدر بنحو مائة وثلاثة وسبعين مليار دولار لاري بيج ملياردير أمريكي ومؤسس شركة جوجل وحل في المرتبة السادسة في قائمة أغنى أثرياء العالم بثروة صافية قدرها مائة وخمسون فاصل ثلاثة مليار دولار سيرجي برين رئيس شركة ألفابيت والمؤسس المشارك لشركة جوجل وحل في المرتبة السابعة في القائمة بثروة قدرها مائة وثلاثة وأربعون فاصل تسع مليار دولار بيل جيتس أما بيل جيتس الملياردير والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت فجاء في المرتبة الثامنة بثروة صافية قدرها مائة وثلاثة وثلاثة فاصل أربع مليار دولار ستيب بالمر الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت واحتل المرتبة التاسعة بصافي ثروة يقدر بمائة وثلاثين فاصل سبع مليار دولار وان بافيت أما رئيس شركة بيركشير هاثوي البالغ من العمر ثلاثة وتسعين عاما فتذيل قائمة أغنى عشرة أثرياء على مستوى العالم بصافي ثروة تقدر بمائة وثمانية وعشرين فاصل أربع مليار دولار اشتركوا في القناة